من واشنطن ينزم إلينا خالد خيري مراسل الغد خالد التصريحات الأخيرة من البيت الأبلد بسأن انسحاب واشنطن من سوريا هل تزيد الأمور تعقيدا والتباسا أم أنها توضح الموقف الأمريكي من الانسحاب؟ من الواضح يارى أنها تزيد الأمور تعقيدا والتباسا لأن دونالد ترامب من الواضح أنه عندما اتخذ قرار سحب القوات الأمريكية من سوريا اتخذ القرار منفردا دون علم قادة البنتاجون والاستخبارات الذين اعترضوا بعد ذلك على هذا القرار والتضارب الحاصل في الموقف الأمريكي يعكس هذا الاختلاف في الرؤى حتى اضطر الرئيس ترامب للخضوع لما قاله الجنرالات وأيضا قادة الكونغرس من لابد من تأجيل النظر في هذا القرار نحن الآن أمام مدة أكثر من أربعة شهور كما قيل من قبل ربما تمتد لأكثر من عام ده إذا حال خرجت القوات الأمريكية بالفعل لأن البعض الآن يتشكك داخل الولايات المتحدة من قدرة الولايات المتحدة على طرق الأكراد فريسة للأتراك وأيضا ترك الساحة لإيران من غير تأمين حليفة واشنطن إسرائيل وبالتالي هناك مشكلات كبيرة تواجه الرئيس الأمريكي في تنفيذ قراره وحتى هذه اللحظة هو يقول انسحاب حذر ولكن قادة البنتاجون يؤكدون أن لا انسحاب حتى هذه اللحظة وعزز ذلك تصريحات عدد كبير من مسؤولي الخارجي الأمريكية بأن الولايات المتحدة تريد ضمانات من تركيا وزارة الدفاع الأمريكية خالد وإلا ستستهر الولايات المتحدة قالت أنها ستعد خطة للانسحاب الآمن ما المقصود بالانسحاب الآمن؟ هل هناك أي ملامح عن هذه الخطة؟ طبعا قادة البنتاجون يريدون إزالة الحرج من البيت الأبيض ومن التصريحات المتسرعة التي أدل بها دونالد ترامب وبالتالي هم يقولون أن هناك خطة قيد الإعداد وليست خطة جاهزة هذه الخطة كما علمنا من مصادر داخل البنتاجون يرى أنها ستعتمد أولا على ضمانات ستقدمها تركيا ما لم تقدم تركيا هذه الضمانات لواشنطن لم تخرج واشنطن من سوريا في هذه الآونة كما ذكرت لك ضمانات أولا من تركيا لأنها لن تهاجم الأكراد أيضا ضمانات بخروج القوات الإيرانية من داخل الأراضي السورية وهذا ربما لم يحدث في تقدير عدد كبير من أعضاء الكونجرس وبالتالي تصبح مسألة تنفيذ قرار دونالد ترامب بخروج القوات الأمريكية من سوريا أمر صعب بالتنفيذ في الوقت الراهن شكرا جزيلا لك من واشنطن خالد خيري مراسل الغد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر